من معين النهاردة بنتكلم عن القدوة النهاردة معايا قدوة حائية قدوة قدرت تطلع فنانة صغيرة وزي ما بيقولوا ابن الوز عوام معايا الفنانة التشكيلية نيفين منصور وبنتها مريم غلعز أهلا بكم معايا أهلا أولا نازم أبدأ بحضرتك وأعرف منك أنا عارفة أن مريم فنانة بجد أشفت كل لوحاتها وأعز أعرف منك إمتى بدأت تعرف أن مريم فعلا عندها الموهمة أن هي صغيرة عندها أربع خمس سنين كنت باخد بالي أول ما يجي أرسم أي طابلوب بتقعد جمبي وتقعد تقولي على تفاصيل التفاصيل لأيدي عازة تتزبط دي عازة تعدل اللون ده مش عجبني أحطي هنا عملي هنا فاستغرفت قول أنها حاجة صغيرة بس بتعدل عليها رأي اه وتقول وعنيها يعني بتاخد بالها قوي قوي في البرتريق يعني لو غلطتي غلطة في البرتريق مثلا عين تلقت أقل من عين سنة بتاعت وقليك لأ دي مش مظبوطة وزاوية الضوء هنا مش مظبوطة تقول لي رأيها في كل كبيرة وصغيرة ويعني كأنها عايشة معاي في اللوحة من هنا بقى بدأت أخذ بالي لأني يعنيها لما حلقت الرسم عين قبل ما يكون إيد الرسم العين العين هي اللي يكون متضربة اللي تقدر تلقط كل صغيرة وكبيرة وتعرف هدفوهات بتيجي منين فبس من ساعتها بقى وإحنا ماشينا خطوة بخطوة مع بعض بترسم سكتشات بترسم طابلوهات أنا كمان برسم فستين عندي مصممة أزياء فأرسم فستين فريهان فكب تيجي تقف معايا وتقولي أنا عايزة أشتغل كده أنا عايزة أعملي الكلام ده فقدت لها خلاص إن شاء الله وعد مني إن قريب جدا هتلاحك في عرض أزياء معايا عاملة تنشير على فستين كامل بشغلها وتطلع حيالي تعرضه كمان جميل طب كلميني بقى عن عرض الأزياء مستعدة ولا؟ انت والله يعني جاهزة ونوية بقى تبداعي فيه زي مم أم ما بتعمل؟ جريت طب إيه أكتر رسمة بقى بتحبيها رسمتيها ومعجبة بيها قوي ما فيه كتير يعني مش معجبة بيهم يعني عادي كالشكل وفيه ناس أليسين هم هلوين كده بقى بس إيه طب أنا شايفكوا بقى لبسين لبس كاروي شوية بتحبي الكورة أه قوي مين أكتر حد بتحبي في الكورة؟ محمد صلاح بترسمي محمد صلاح؟ أه رسمته يعني تقدر ترسم هنا؟ أه أكتر طب قوليلي حضرتك بقى بالنسبة لمريم ماذا؟ عامل إيه في المدرسة؟ والله هي بمزاجها يعني مريم أحكي لك على حاجة برضو من ضمن السكرات بتاعيتها الكورمة ديه جداً وهي دخلة أول يوم في المدرسة خالص كانت حاجة صغيرة جداً لا أنا عايزةك تسيبي مومي تحكي بعد اوه أيوة اسديني فورصة كانت حاجة صغيرة جداً وصلتها أنا وباباها أول يوم في المدرسة بيكون يعني في ميتين كده للأهل بيتقابلوا مع كلهم مع الولاد عشان ما يبقوش تنشن وبقلقانين من الحدث إن هو أول يوم وصلتنا لغاية تبقى بالمدرسة قلت لنا باي باي إنتوا تتكلوا على الله تيمشوا ما تخشوش معايا لا يا مريم أنا مامتك حبيبتي يعني أدخلها فرحانة بلاش إنتي أنا أدخل حيث إن أنا بنتي دخلة المدرسة وقاعدة معيها وباحضر معها أول يوم قالت لغاية هنا وبس يعني باي تقول لي يا مريم إن أنت شخصية قوية جهتم دي على نفس جدا صح كده؟ نعم ومسيطرة ومنعتني تماما إن أنا ذاكر معها ولو يوم كل ما كنت باجي أقول رأيي تقول لي لأ اللي أنت بتقولي ده مش مصبوب طب أنا عايزة أسمعك يا مريم عايزة أسمعك أوليفي ما بتحتاجيش ماما في حاجة خالص؟ أتيب ده أحتاجها يعني صح؟ في الرغي حقيقة حاجات اللي حصلتها في كده يعني طب ما بتقولي إنك شطرة في المدرسة ده حياة إيه؟ طب معتك الإيمش يعني لسه ما عرفش ما تعرفش إنك شطرة ولا لأ؟ لأ بصي هي مش مسألة شطرة وهي مسألة إنها ذكية جدا بس تحب تكبر دماغها قوي أه بالضبط بالضبط الحاجة اللي تعجيبها تذكرها الحاجة اللي عايزة مثلا تأجلها تأجلها زي ما هي عايزة طب قوليلي يا مريم دلوقتي كل أصحابك اللي بيتفرجوا علينا تنصحيهم بإيه؟ لما تعرفي إن حد من الزمالك عنده موهبة معينة تقولي له إيه زي نميها لو مش كل اللي عندهم موهبة مامتهم بتبقى كده صح؟ أنت بس حالة استثنائية فأماما ساعدتك ودعمتك طب اللي عنده موهبة ومامته مش رسامة تقولي له إيه؟ يعني يمرونه نفسهم يرسمه ويعرفه حيات أكتر عبان يعني يرسمه وكده اشتركوا في القاتل شكرا نعم شكرا جيد شكرا شكرا